تلاوة القرآن لابد يزيد إذا أنت الآن كنت تقرأ في العشر الأوائل والأواسط أشياء الآن المقدار يزيد فهذا كلام الله ووحيه ورسالته إلى خلقه والنور والبلاغ والبصائر والذكر والفرقان والموعظة التجارة الرابحة الآن هذا يشفع لك يوم القيامة ترفع به درجاتك تكثر به حسناتك أنت إش القرآن في أكثر من ثلاثمائة ألف حرف يعني أنت إذا ختمت لك في قرآن ختمة لله يعني أقل شيء الحسنة بعشر أمثال ثلاث ملايين حسنة أقل شيء ثلاث ملايين حسنة إذا ختمة لله أقل شيء ثلاث ملايين حسنة والقارئ الماهر به المجود الذي يتلوه تلاوة ويعطيه حقه وهذا يعني مرتبة عظيمة هذا مع الملائكة مع الملائكة السفرة الكرام البررة الماهر بالقرآن وتقرأ مترسلاً متمهلاً تتعوذ بالله في أول القراءة من الشيطان الرجيم استحضر معاني ما تقرأ حتى لو كان معك تفسير مختصر تفسير الميسر المختصر في التفسير بعدين لا بد واحد يستشعر أنه مخاطب بالقرآن موجع له مباشرة ويخشى عند الآية ويلين جلده لسماعها وتدمع عينه من أثرها الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانياً تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلوده مقلوبه من ذكر الله بعدين اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام قف عند الآيات متذبراً سواء صليت أنت إمام ترويح ولا إمام نفسك ولا إمام أهلك إذا مر بآية فيها تسبيح سبح إذا مر بسؤال سأل إذا مر بتعوذ تعوذ حتى ابتقى أنت في قيام الليل سبع اسم ربك الأعلى تقول سبحان الله سبحان الله مثلاً فالسابقون السابقون أولئك المقربون تقول اللهم اجعلنا منهم في جنة عالية تقول اللهم اجعلنا من أهلها اللهم ارزقنا الجنة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم تقول اللهم نعوذ بك منها نعوذ بك اللهم منها نعوذ بك اللهم منها نعوذ بك اللهم منها النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ كما رواه مسلم إذا الإمام ترك لك مجال أنت تفعل مثله تسأل وتتعوذ وتسبح مثله إذا قرأ ومشى تنصت جاء موضع رحمة مثلا الله يقول إن رحمة الله قريبة من رحمتي وسعت كل شيء قف قل اللهم أدخني في رحمتك اللهم أدخني في رحمتك إذا مر بآية عذاب يتعوذ وهكذا هذا التفاعل مع القرآن في العشر المباركة الآن